ورجعنا لكم مرة تانية ومعينا ومنورنا الكاتب والباحث عبد الرحمن الطويل الفائس بجازات الدولة التشجيعية لعام 2024 عن كتابه الفسطات وأبوابها وزي ما قلت في بداية الحلقة هو أول كتاب بيتكلم عن أبواب الفسطات وأصورها أهلاً في حضرتك أستاذ عبد الرحمن منورنا أولاً مبروك على الجايزة الله يبارك فيك الحقيقة أكيد كان لها صدى مختلف عليك طبعاً جائزة الدولة التشجيعية جائزة الدولة التشجيعية وجوائز الدولة عموماً بشكل عام بيكون لها أولاً تأثير إعلامي كبير جداً يعني بتعمل حس إعلامي كبير جداً لأي حد بيفوز بيها أكيد لأنه طبعاً تقدير من الدولة نفسها من مؤسسات الدولة وده بيضمن لها القيمة العلمية والمعنوية يعني هي شهادة بقيمة المؤلف أو العمل اللي فاز بيها أكيد فمن هنا بيبقى لها دائماً أثر معنوي كبير طبعاً فبالتأكيد طبعاً طبعاً مكتب تسكندرية من أيام قليلة يعني أنا برضو من مجموعة من الأصدقاء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية في مجالات أخرى حظينة بالتكريم في مكتب تسكندرية من الدكتور رحمد زيد رئيس المكتبة على هامش معرض مكتب تسكندرية وكان لنا ندو هناك تكلمنا طبعاً عن الكتب الفائزة أو الأعمال الفائزة والمجالات دي وطبعاً يعني تجربتنا فيها بشكل عام يعني تسكندرية من الدكتورяли's 1969 لتأكيد shared مجلس